خلال السنوات الأخيرة زاد الطالب العالمي على الغاز المسال بشكل كبير فما السبب يا ترى؟ بداية دعونا نتعرف عليه من اسمه هو غاز طبيعي تم تحويله إلى سائل عملية التحويل معقدة جدا ببساطة هذه أهم مراحلها أولا يتم استخراج الغاز الطبيعي من الأرض ليحول إلى محطة المعالجة هنا تأتي مرحلة تنقية الغاز من المواد غير اللازمة مثل الماء والزيوت النفطية وكذلك ثاني أكسيد الكربون يعقب ذلك مرحلة التبريد حيث يحول إلى سائل عند مائة واثنتين وستين درجة مئوية تحت الصفر أخيرا يأتي التبخير ليصبح الغاز سائلا ويدخل إلى خزانات تبريد ذات عزل حراري استغل الغاز المسال الاقتصادية لأول مرة عام الف وتسعمائة وواحد وستين وبدأ التوسع منذ ذلك الحين الغاز الطبيعي ينقل عبر الأنبي بين الدول المجاورة لكن نقله إلى مناطق بعيدة أمر صعب للغاية هنا تأتي أهمية الغاز المسال الذي يمكن نقله مثلا من الخليج إلى أقصى شرق آسيا بسهولة لماذا لا ينقل الغاز في الناقلات في حالته الغازية؟ ببساطة لأن حجم الغاز المسال أصغر بستمائة مرة من حجمه في حالته الغازية لكن عند وصوله إلى البلد المستورد يتم تحويله من جديد إلى حالته الغازية استخدام الغاز المسال في التوسع نظرا لميزة الاحتراق النظيف وكذلك كفاءة العالية في تشغيل محطات الكهرباء